اشتركوا في القناة 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 سوزانا احنا انا على الاقل كيف بشوف عادة ان التيولب اذا كان حتى بألوان مختلفة خلاص بيجي بالفازة او بالتنصيق لحاله بس فيه امكاني لا انا كمان هو احلى ان يكون لحاله انا فضلت انه اجيب له حاله انا هكزوي 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 بس منشوف مرات تنصيقات يمكن شوفنا على الشاشة كمان صور اللي داخل اللي تيولب مع ورد تاني اسا شوي بصاحب علينا نهتم فيه صح لما هو مدموج مع ورد تاني لا هو على حسب انا مثلا اذا بفوت معه فوت معه ورد كتير ناعم بسيط انه هو اللي يبرز اللي يكون هو اللي العنصر الاساسي لطوليب يعني بقلب الفازة انا الطوليب ورد حلوي حلو الواحد انه يشوفها يعني حتى بيجيب هكي نفسيه حلوي ورد حلوي واسمها حلوي كتير اه عنجد نسمي طوليب في سبايا اه اه اوروبا كتير شفت اسامي بنات اسامي بنات اوكي طب هي المفضلة عليك عم بفهم صح؟ انه بحبها كتير انا بحبها كتير كمان بهاي الفترة اي ظهور موسميا عم تنتي عم تخلص ايش راح نبطل نشهد يعني خلاص راحت الشتاء اه عادا يعني الاغلب منشوفه على مدار السنة بس انه كيف قالت سبق وذكرت ان الطوليب نرجس على الاشياء كلها تخلص بشهر اربعة تاريخ حلم حلم اما باقي ما باقي يعني الجوري الزنبا اه كتير انواع اللي هي خلاص على مدار السنة كلها يعني حلم اذا اليوم زي هاي الفاز الحلوي يمكن في كتير مشاهدات مشاهدين اللي بيهتموا بالازهار بيجيبوها على بيوتا بهاي الفترة تعني اسمع منك النصائح كيف نحافظ على اطول عمر لالها اساسا اصبوع عشر ايام بإمكان انه اه وبتعرفي يعني كمان انه انه طقس بارد فبساعد الورد بحب البرد يعني منغير الماء تقريبا كل يومين تلاتي منغيرهم منجددهين واذا كمان بيكوني عنا الماء طبع الورد فبكوني كتير منيح انه منقص منها مثلا سانتي واحد او هيكا الماء بترجع بتتجدد في قلب الوردي يعني بترجع بتاخد مية جديدة وبتتغزى من اول وجديد فبتضاين وقت اكتر حلو روعة بتذكر مرة نصح هنا نحط سكر اه اه فيه بقوله كلور وفيه بقوله سكر اه انا بنصحش ولا بايش منها دول صراحة ولا ولا سكر حتى واحنا كمان عنا زي كياس هيكا بطوها لليزبون لما بشتري بس كمان انا مش كتير بنصح فيها يعني الوردة طبيعية فلا نضفلها اشياء كيموية مش بحاجة يعني بس اسقوها ماي وخلص حقا توجه نهج حياة صحي للوردي كمان عن جد نهج حياة صحي وبعيد عن الصمة الابيض السكر بحكين الصبح طيب سوزان اول اشي شكرا انك اجيتي وشكرا انك جايبي معك التيولب لانه ما احلى انه يعني نحكي الصبح عن الورد والطاقة اللي بعضينها اياها الورد عملت اشي جو كتير حلو الوردي هنا والوانها رائعة شكرا الك شكرا الك شكرا اصدفتك اهلا وسهلا فيك وهيك مع الورود والزنبق والتيولب وصلنا الى ختام هذا المشوار الصباحي اللي حابب انه هيك يزين بيته بتيولب يتبع نصائح سوزان واللي حابب انه يستمر دايما يتابع كل اخبارنا كمان احنا موجودين على فيسبوك تويتر موجودين صفحاتنا الخاصة على الانستجرام يوتيوب ووقعنا الرسمي مساواتنا مساواتنا شكرا للجميع لمتابعتك بكرة نهار جديد كونوا موجودين كيف ما احنا راح نكون انتو امير بكرة راح تنوروا الشاشة حلقة نهاية الاسبوع حلقة نهاية الاسبوع فمنا جمعا بارك اليوم غد الى اللقاء اشتركوا في القناة